واحد من نجوم النادي الاهلي والنهاردة زكرة جميدة زكرة الستة واحد ونجم كان ساطع في هذه المباراة كابتل خالد بيبو كابتل خالد بيبو مسايا خير عليك مزال خير يا كابتل فاروق وملوّر دايما في بيت الفتح الاني وأنا فيه من هنا موجود معك حبيب يا كابتل ودعيد تمام معك يا إينا والسلام الحلقة دي جندة جدا لا الحلقة جندة عشين تدخلتها كابتل خالد انت في اسكندرية ولا هنا في القايرة يا كابتل انت في اسكندرية ولا في القايرة أنا في اسكندرية راجع في التاريخ والله يا الله تيجي بالسلامة كابتل خالد لكن النهاردة وإحنا بنحتفل بيوم مميز في تاريخ كرة القدم وطاريخ النادي الاهلي ومبرايات الاهلي والزمالك ولقاة القمة ما ينفعش ان احنا ما تكونش معانا يعني ونحتفل بيك بايدا في اليوم ده رغم ان انا زعلان منك ما بسطلش الكرة في الجر الخامس زعلان منك أيو انت عندما لتفرق بجيب جانب النادي والجهيد خلت فرق جسرين 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 انت اللي تخضر بس للتسكير للتسكير بس اقول اينو لانه يعني اينو اكيد كان بتفرج على الماتش ده انا كنت الاول ما انزلت قلت لكات الخالد انا لازم عايز اجيب جواه لازم باي طريقة كات الخالد اجيب جواه قال لي طب خلاص بس اول فرصة تيجي هدهلك على طب ففي الكرة الوحيد اللي انا نزلت فيها دفع عينو جات للكرة خالد الفراد فدل انا شايفه بقى عمال يبص جنبه يبص هورا مش لقيني راح امرأس وقفت الخالد كان هو يجيب خمسة صح جابت الخالد؟ بيبو يعني لازم اقول لك يعني ذكرتك على المباراة دي طبعا اكيد اتكلمت عليها كتير لكن برضو احنا بنتذكر في اليوم ده لازم تقول لي كده ذكرتك قبل اللقاء واثناء الماتش نفسه وسير اللقاء نفسه كان عامل زي بالنسباله والله كالسرور ده بص موضوع كبير جدا يعني واحد يحمد ربنا طبعا انه هو دار ذكره جيدة مع جمالي النادي الاهلي يعني الواحد يعني الحمد لله واحد عامل خمس سنين مع النادي الاهلي وبدل مضوطه كبير جدا حتى خاطر يعني يحفر اسمه وقوة للجمالي النادي لا ولا شيء صعب صحيح 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 الناس باتتكلمني من الصبح والناس بحكت منعي من الصبح فدي حاجة على بالنسبة لي المهمة جدا مهمة جدا وحدا انا ما اضرش ان انا يعني مباجعة يصير عمري و الناس فلأ رأي بلك كل الناس بخطر وغندي يعني ايه دي يعني انا انا لقيت خانة هي تنادي العائل ودي يعني المجرد مع في النادي لزيمالك يعني الصاضي يعني كل الناس بنا عملتك النادي عبن كده صحيح 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 كتخالة سماني طب يا جماعة لو كتخالت معانا ترجعوا تاني لان انا هنقد نتكلم وصلنا بها وصلنا ان ندينا اجل عامل بصمة او اسمو كل مصر أو كل جمهور ندل أهلي مقدرش ينسى المباراة الستة واحد أنا بقول ليش جمهور الأهلي بس خلي بالك إيه؟ ده جماهير مصر كلها أنا بكلمة أنا قلت في أول كلمة جمهور مصر كله لكن بصفة خاصة جمهور ندل أهلي فساب بصمة جميلة طبعا ماتش الستة واحد ده وهو كان ربنا كرمه جدا في المباراة دي هي أي حاجة كنتماشي أنا ممكن قلت أيله قبل كده أي حاجة كنتماشي في المباراة دي بس كابتا خالد من الناس المحترمة جدا حتى بره الملعب خلقهم كمان ونجم جميل أنا كنت من الناس شخصين لأنا كنت أتمنى أنه ألعب معايا هو خالد كمان كان عنده ميزة وزي ما بيكان كده طيب هو معنا هو كابتا خالد عشان أقولي الميزة دي إنه هو فعلا هو بيكلم على حتة الإثار عن النفس وإنه زميل لازم تجيب جون على فكرة غير دلوقتي وإحنا بنلعب قمسي لازم يقول يا فرق تعالى قرى بشارت دي يعني حتة إننا وهو اللي جنبه عمتا بشكل عام حتة إثاره وإن أنت عايز تساعد جمهورك مش مشكلة أنت المشكلة الأهم هو الجمهور والفريق ده على طول كانت موجودة كنت خالد خالد خالدي أكلمك وإحنا بنتكلم على المطش ده بس أذكر جمهورنا وأذكرتنا في إن إحنا لو نتذكر كنا نزديل المطش ده والأمور بالنسباننا كفريق كانت الحد ما ما كانتش مزبوطة صح أو أنا غلطان صحيح ما كانتش مصورة جيدة وكانتش مصورة سعيزة مستوانة وكان الناس كانتش مجدد شكل جيدة وكانت حد فرقة والإسماعيلي كمان والإسماعيلي يا كابتن والإسماعيلي كمان كان فرقة لكن أنا بكأله لنا نتعرف جدا على كل علينا نحنا كمان إحنا ما كانتش مجدد شكل خوي وكانت الامور بمستغنى مش للفرقة الضائدة وإحنا استغنى براحة جمعية اشتغلت طبعا انا جاب واحد من اوضر تقديم لجولة الناجل عندي فأدروا ان احسا نأخذ الديب لديك انا دخلنا المباراة بشكل طويل حبل حتى الناس المجل يحاول ان هو يخلص لعنا بشكل ان احنا خلاصين المباراة يعني انا باتكلم لا لانه هو دارس للتوقيت الحالي يا كابتل خالد ان انت ممكن ما تبقاش في حالتك الطبيعية ولكن تعود سريعا للشكل الطبيعي بتاعك نادي الاهلي برضو يهمني اعرف وجهة نظرك في المباراة دي تبقى في نفس الوقت حافظ للعيبة انها احنا جماعة ما كناش في حالتنا الطبيعية في وقت موقعت ولكن تجمعنا كلعبين كبار جمعنا كفريق قوت سريعا وكانت دي بداية مميزة جدا رجعنا للمنافسة لبطولة الدورة امام لإسماعيلي لو تتذكر بعد كده كانت خالد كل سنوات الكبيرة البعض دائما بغضون فيدر يهدو خلوات المقصر حتى لو لم يمزة حالتنا بجمع ازاي كالترأة بجمع ازاي أداية اللعيبة بجمع ستذهب على راق اللعيبة فيها عن الحاجات بتوضيط تتصر عليه يعني الدورة بتتباعت الفرأة الكبيرة بتوفيه لما يحصل فطرة اضرب في احاية حاجة بتوت تتصر على دوس تاني حتى لو انت الفرة حسنية في الملعب بسلس جمعات ستتغل على سلس جمع روح الروح الاشتماعات بيضا تتغل على عدل الجماعية الجماعية ميتازة بيضا تتغل على عدل الجماعي اللي حدث بعدها فستا بتلاقي في حديقة درس اي شي ديك بيضا تتغل جي المدارة بالناجح هو اللي يضا يطلع في استفلت كل من الامور الجواب ويضا يحوط كل اللعام الأسام ويضا يدور على طريقة مازمة استفلت تتغلية للطورات الكتيرة فهو دا دي يحسر في مرات كتيرة ويضا كتيرة يعني معلين في مرات الكتيرة بجاعة يعني حاولي تحطت على بعض والمتاريخ ومجموم كتيرة قدروا انهم يعني يخصوا في المنظوم ويضا يريد انت تطلع في المنظوم بتاعك يعني انت باقولك انا اكرز غلابه احنا مباراة بطول كاس مصر بعد ما كنا في فرمة من انبي واشترنا بطول في تاوري كانت نحوض خبية صنع وكاس بات التولر المسؤولية في جرور صعبة جدا 2003 كانت ندخال اجلوا استسالت اللعيبة انهم اقدرنا ناخد كاس مصر ومحنا مكننا في حالتنا وكانت مدينيا كلها من يجباننا كانت صعبة بك صحيح طب كانت خبرتك الكبيرة اللي كانت موجودة في بطولة افريقيا ومع النادي الاالي النادي الاالي في بطولة افريقيا في الفترة القادمة شايفوا راح على فين خلينا نذكر شايفة السلام بدري عمل مجهود كبير جدا في خلالتنات الاالي تماما يعني لما كل مدرد دائت خلالت مباراة وخص الثامن مباراة بس يعني على قطرة رواه دا هو دا الرقم بتاعه اذا كنت خلطان في حاجة اللي انت ححل لا طبعا ارخام تتسلم على حاجة تجدنا جدا تتسلم على تاريخ فول حتى لو في بعض من النادي الاالي ازعلنا بحقها احنا بنستغر في كل صغلانة بي حتى جميل في الاخر بالمان منفوصة حتى انا في الاخر كانت تستمع السر هذا النادي الاالي الصغير صعبه جدا وكان يعني بردو كان بعيد بقاله فترة ادري ان هو في فترة صغيرة ياخذ بطول الدولي ومنافذ على كل فترات اللي هو دغالتها وعمل فيها كويس فعمل فيها كويس افقاد وغطي دوره فان هو حصل مساكل فروبات في الفترة الاخيرة كلها تريعا عوامل كتيرة جدا ممكن 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 لانه بردو كانت اختار لي جوج جوج فيها طبعا ثلاث باش القائد اللي بيقود مسير ثلاث لارس لانفعت ان الله يرمي كل حدا على الظروف بأسيكات اختامه برضو جوج في الظروف إلا ما تفضل الظروف يعني خلاص هي كرة كده تبيجي الفترات خلاص هي مساعدنا دينش ممكن فاوات انت تبتكد في القرات البارة بردو جزاء وليد صلاة وليد سليمان يجيب هذا واحد دين من مورا موراك مستح يعني اوقات تبيجينا جدا الكرة خلاص بتأسل هي حصل المسائل إنما مش نسمعنا اللي حصل كده إن انا انسى الفترة اللي عمالها كانت تتخيل بازل مع عناد الأهلي وعقل مبارات معادلة كده متضابة عناد الأهلي الوقت كانت الأمور كانت تستيقى سوية إنما موجود وموجود جهاز تتجاع وانسى الخالد كانت تتخيل إنما كانت تتخيل لسه معنا جماعة نعم مبارات جدا إنما انتار السميسك إنه هو كان مؤسس ودائي الناجل في أهل التعواصل أنت كل من حاجات التواصل اللي عملها ودائما لابت إبقى في طار الحديد السعادة الغال اللي بيعه وامتهد و واثبات مغرطة بطولة إما في النسبة طبعا للصال نفسك بتقولوا البطولة في تلك لسه في تلك بطولة بدأنا ونأكل لها انتغلقنا بطرسة واربعة وخدنا البطولة صح صح كب وبقى البطولة الآن يدوني بطولة عمرها متتقال كده إنت عندك لسه بطل فاقص وحتبقى راجع بعد كده أربعة مباريات بطولة كانت مصر نقطة الشرعة تتقمعتين نسمي نفسها دائمي والعناصر اللي نقطة كلها تتقمعت جدا بإمكانت غيبات النجل الألم والسرع وكانت ضعيفة تلعب بطولة 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 مصر على طولة أفروسيا على مباراة المتكر على مباراة الدوري فحبية جدا إنه ممكن تلاقي في صباح بطولة لأن صباح ضرب كل العناصر اللي نقطة صحيح صحيح لكن تتوقع إن شاء الله كابتن نادي أهلي قادر أنه يوصل للدور الثمانية من خلال المباراة القادمة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كابتن خالد رمضان كريم ومبسوط وسعيد إن أنت كنت معي النهاردة في يوم زي ده يعني مباراة اللي أنا ننساها في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ الكرة المصرية في شكل كبير يعني مباراة الأهلي والزمالك ستة واحد وإنت كنت نجمعها كابتن خالد بيبو واحد بالنجوم النادي الأهلي ومحلل بارز ويعني جميل ممتع جدا لما تسمع خالد بيبو في عملية التحليل وكان ممتع أيضا في الملعب وخارج الملعب